بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة التاسعة والثلاثون بعد المائة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله وبركاته حياكم الله أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة صدرها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ إني أحبك في الله ثم بدأ يسرد قضيته الشيخ صالح فيقول أدعت مناسك الحج العام الماضي ولكن أثناء طوافي وجدت ساعة يد غير سمينة قيمتها حوالي 45 ريال ولكن وسوس لي الشيطان فلم أضعها في المكان المخصص بذلك بل أخذتها وعدت بها إلى مقر عملي وبعد ذلك استيقظ ضميري وقلت لا بد أن أتخلص منها فلو تصدقت بقيمتها أكون قد تخلصت من الذن جزاكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يريد القيام بتعريفها والبحث عن صاحبها حتى يؤديها إليه فإن كان يأنس من نفسه القيام بذلك فلا بأس أن يأخذها أما إذا كان لا يريد القيام بتعريفها والبحث عن صاحبها فإنه لا يأخذها وأما ما فعلته أيها السائل إن أنك أخذت هذه الساعة من الحرم وذهبت بها إلى موطن عملك فهذا أمر لا يجوز وقد أخطأت في ذلك وعليت بربها وتسليمها إلى الجهة المسؤولة عن الضائعات في الحرم تذهب إلى الإدارة المنوط بها مراعاة الضائعات وتسليمها إليها وتغرأ ذمتك بذلك إن شاء الله جزاكم الله خيرا أما قيمتها فلا يجوز أن يتصرف بها لا يجوز له ذلك بل يذهب إلى الجهة المسؤولة عن الضائعات الحرم وتسليمها إليها جزاكم الله خيرا هو بعيد في منطقة بعيدة الشيخ صالح وقد يكذبه ذلك الشيخ الكثير فهو يقول إنه يعمل في تبوك إذا ساغر للعمرة أو للحج نعم أو أن يوصلها مع ثقة نعم أن يوصلها مع ثقة نعم أو يوصلها عن طريق البريد إلى جهة المسؤولة لا بارك الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا الرسالة بعت بها المستمع بدوي موسى الزهراني من الباحة يقول هل يجوز جمع الظهر مع العصر في حالة المطر والريح الشديدة في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة جزاكم الله خيرا أما جمع العصر مع الجمعة هذا لا يجوز الجمعة مع العصر فهذا الشيء لم يرد به بليل فتبقى صلاة العصر في وقتها وصلاة الجمعة في وقتها ولا يجوز الجمع بينهما بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وأما جمع العصر مع الظهر من أجل المطر فهذه مسألة فيها خلاف والأكثر على أنه لا يجوز جمع العصر مع الظهر لأجل المطر وإنما هذا ورد في صلاة العشاء مع المغرب هذا هو الذي دل عليه الدليل وعليه عمله أكثر كثير من الصحابة كثير من أهل العلم من أجل رفع الحرك أما العصر مع الظهر من أجل المطر فهذا لم يرد به دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال به بعض العلماء من باب القياس والاجتهاد والأصل في الصلوات كما قلنا أن تؤدى في مواقيتها إلا إذا دل دليل صحيح صريح لجواز جمعها مع التي قبلها ولم يدل دليل صريح صحيح على جمع العصر مع الظهر من أجل المطر جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم في الله عبد الله إبراهيم البلولة سوداني يسأل ويقول إذا كان الإنسان قد ذبح العقيقة في أول يوم ولد فيه المولود هل يكون قد أدى ما شرعه؟ جزاكم الله خيراً لا بأس بذلك الحمد لله إذا ذبحها في أول يوم ولد فيه المولود فلا بأس بذلك ويقول قد أدى السنة ولله الحمد لكن أهل العلم يقولون الأفضل نعم أن يذبحها في يوم السابع هل من باب الأفضلية؟ لا من باب التحديد بهذه السنة جزاكم الله خيراً بعض الناس يقولون أن الطفل إذا توفي قبل سن الرشد فإنه يشفع لوالدي هل هذا صحيح؟ نعم ورد أن الأفراط يشفعوا لوالديهم يوم القيامة والشفاعة حق ولكن لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد والإخلاص قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى فقوله إلا بإذنه هذا دليل على الشرط الأول وهو أن الشفاعة إنما تكون بعد إذنه سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد إلا لمن ارتضى والله لا يرتضي إلا عن أهل التوحيد أما أهم الشرك قد قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى ما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الشفاعة الأفراط حق في هذه الشروط الله أعلم جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وخلط إلى برنامج من ليبيا وباعثها المستمع عبد الرزاق حسين الشيباني الأخ عبد الرزاق يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما الحكم في رجل صلى دون أن يقيم الصلاة نعم تقامة الصلاة سنة وليست مواجبة والصلاة صحيحة إن شاء الله جزاكم الله خير وأحسن إليكم أيضا يسأل عن من يلبس ملابس عليها ذكر الله كذلكم الملبس المكتوب عليها الله أكبر هل يجوض ذلكم أو لا هذا لا يجوض لأن فيه امتهالا لذكر الله عز وجل كتابة بسم الله لفظ الجلالة على الملابس لا يجوض لما فيه من الاستهانة بسم الله سبحانه وتعالى لأن هذه الملابس تكون على الأطفال الذين لا يتحرزون من النجاسة وتكون على الإنسان وهو يدخل بيت الخلاء وطلاء الحاجة وقد يخلع هذا الثوق وإداس المنتهل وأسماء الله جل وعلا تعظم وذكره يعظم من الامتهال نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم رجل أقيمت عنده صلاة الحصر وهو لم يصلي الظهر بعد فصلى مع الإمام حينئذ وكيف تكون حاله جزاكم الله خيرا إن كان صلى مع الإمام بنية الظهر أنا بأس بذلك على الصحيح يجوض أن تصلى الظهر حلق من يصلي العصر أما إن كان دخل مع الإمام بنية العصر وهو لم يصلي الظهر فإن صلاة غير صحيحة لأن الترتيب ماجب يجب عليهم يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعدها العصر جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى الدرنامج من الرياض وباعثها المستمع إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد ألاح إبراهيم يقول يدور على ألسنة بعض الناس عبارة وهي قولهم نلتقي في الجنة إن شاء الله ما حكم هذه العبارة هذا من باب الدعاء والرجاء والطمع برحمة الله عز وجل وهذا لا بأس به وأما قول إن شاء الله فإن كان يريد بذلك التحقيق أو التبرك بهذه الكلمة فلا بأس بذلك أو يريد بذلك عدم تزكية النفس وأنه لا يزكي نفسه وإنما هذا راجع إلى رحمة الله عز وجل فهذا لا بأس به أما إن كان يريد التعليق فإنه لا يجوز أن يقرأ الدعاء بالمشيئة أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ليعزم المسألة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له فإذا كان هذا من باب التعليق بالمشيئة فإن هذا لا يجوز وعليه أن يعزم المسألة وأما إن كان من باب حدم تزكية النفس أو من باب التحقيق أو التبرك بهذه الكلمة على بأس بذلك إن شاء الله نعم جزاكم الله خيرا واحسن إليكم يسأل الله إبراهيم عن ذكاة مئة من الغنم كم مقدارها وفيها شات واحدة حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان لأن في كل أربعين من الغنم شات إلى أن تبلغ مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان جزاكم الله خيرا واحسن إليكم من الرياضة المستمع ضاد ميم ميم يسأل ويقول أنا شاب لم أتزوج بعض وأريد أن يوفقنا الله لأداء الحج لأنه في بلدي يكلف الشيء الكثير وأنا الآن مقيم في المملكة فهل أبدأ بالزواج أم بالحج جزاكم الله خيرا إذا كنت تخاف على نفسك إلى غلبة الشهر وأنت متطلع إلى الزواج فقدم الزواج لأنك حيني تكون غير مستطيع للحج لأن الزواج في حقك في هذه الحالة يكون من الحوائج الأصلية والحج إنما يجب فيما فضل عن حوائج الإنسان الأصلية أما إذا كنت لست بمجال إلى الزواج ولا تخاف على نفسك من الحتنة فابدأ بالحج جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل ويقول أعلم أنه من ترك صلاة جمعة ثلاث مرات في جماعة اسود قلبه ولكن أعمل في مزرعة بعيدة عن المدينة وأصدر جمعة ظهر فما حكم ذلك إذا كنت بعيدا عن المدينة وأنت تعمل في مزرعة ولا تسمع الندى للجمعة فلا جمعة عليك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله فدل على أن الذي تجب عليه صلاة الجمعة هو الذي يسمع الندى وأنت بعيد لا تسمع الندى ليس عليك جمعة واجبة ولكن إذا تيسر الحرور فهو أفضل لك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم حلفت يمينا على شيء ألا أفعله وبعد ذلك فعلته فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم مع أن الشيء الذي حلفت عليه يعد من الأعمال المكروهة إذا حلفت على شيء ألا تفعله وقد فعلته خلفت اليمين وجبت عليك الكفار سواء كان للشيء مباحا أو مكروها أو محظما يجب عليك الكفار وذلك بقوله تعالى لا يؤخذكم الله في أيمانكم لا يؤخذكم الله باللون في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعريب رقبة أمن لم يجبه فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم وأنت حلفت على ترك شيء ثم فعلته مختارا عالما بيمينك فيكون عليك الكفارة وهي عتق رقبة أو تطعام عشرة مساكين لكل مستين كيلو نصف من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين فوق هذه مخيّة وأما إذا لم تستطع واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنك تنتقل إلى الصيام قوله تعالى فمن لم يستطع صيام ثلاثة أيام جزاكم الله خير وأحسن عليكم رسالة بحث بها أحد الأخوة يقول أخوكم في الله ميم عين ميم من جمهورية المصر العربية أعمل في المملكة يقول أنا شاب خريج أحد أقسام كلية العلوم وعند استلام شهادة التخرج أضيف إلى تخصص تخصص آخر عن طريق الخطأ وشاء الله أن أتقدم من في مسابقة لشغل إحدى الوظائف بهذا التخصص وذلك بعد أخذ عدة دورات فيه وتم اجتياز الاختبار بنجاح والاتفاق على أن أعمل بكل التخصصين وخلال عملي المدة السابقة حصيت على تقبير ممتاز في هذا التخصص من قبلي مدرائي أفيدوني إن كان الأجر الذي أتقاضاه عن ذلك حلال أم حرام وإن كان حراماً ماذا أفعل فيما أخذت في الأعوام السابقة جزاكم الله خير أن ندار على القيام بالعمل على الوجه المطلوب فإذا كنت قلتمت بهذا العمل على الوجه المطلوب ألا حرج عليك في ذلك من ناحية ما أخذت من المال لأن المال في مقابل العمل وقد أديت العمل على الوجه المطلوب لكن من الناحية النظامية والوظيفية عليك أن تخبر المسؤولين عن هذا الوضع ليطبقوا عليه النظام اللاجم عليك أن تخبرهم بالحقيقة ليقوموا بتطنيق النظام المطلق في هذه الأمور جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا دخلت المسجد لصلاة الظهر وبعد خروجي من المسجد تذكرت أنني صليت من غير وضوء فهل صلاة صحيحة أم معيدها إذا تذكرت أنك صليت على غير وضوء فصلاة غير صحيحة ويجب عليك الوضوء وإعادة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا من وضوء مع القدرة على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية فالوضوء شرط لصحة الصلاة مع إن كان فيه ولا يسقطه النسيان لأن النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم جزاكم الله خيرا المستمع التوم البشير يسأل ويقول هل يجود للمرأة أن تجبح الذبيحة في حالة وجود الرجال أو غيابهم لا ذا سمي ذلك ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل إذا تواظرت فيها شروط لكات إنها صحيحة جزاكم الله خيرا ذهبت السوق لشراء سلعة معينة وحينئذ لم يكن لدي القيمة كاملة فوجدت تلك السلعة وقال صاحبها إن أردت أن تدفع قيمتها كاملة وإلا أدفع ما لديك وما بقي أتركه بزيادة مبلغ كذا وكذا لمدة معينة من الزمن فهل يجود ذلك أو يعد من الرباع هذا فيه ترسيل إذا كان يريد أنك إذا أخرت الإباقي يكون بزيادة وإن عجلته فإنه يكون بدون زيادة هذا لا يصح هذا العمل لا يصح لأنه بيع غير محرر لا هو بالحال ولا هو بالمؤجل والواجب أن يكون البيع محررا إما أن يكون بيعا حالا وبقيمة حالة أو يكون بثمن مؤجل كله أو بعضه عند العقد أما أن يكون العقد مترددا بين هذا وهذا هذا بيع غير صحيح جزاكم الله خير وأحسن إليكم من الطائف رسالة بعثة بها المجتمعين ألف عين سوداني مقيم في الطائف يقول لدي شات من حلادي وأردت في يوم من الأيام أن أعيدها إلى مكانها فرأ إلى مكانها فرميتها وحينئذ كانت تلك الرمية سبب في قتلها هل علي من أثن؟ إذا كنت متعمدا رميها فإن هذا فيه إثم لأن فيه ثلاثا للمال وفيه تعليق للبهينة أما إذا لم تكن متعمدا فلعثم عليك في ذلك جزاكم الله خيرا ما حكم من دخل مكة بأول مرة بدون إحرام وهو لم يعرف الحكم إذا كان لم ينوي نسكا لم ينوي حج ولا عمره فلا هو أن يدخل مكة بدون إحرام وإنما يلزم الإحرام من أراد الحج أو العمر فإنه محرم من الميقات الذي يمر به أو من مكانه الذي دون الميقات أو الذي نوى منه يحرم منه ولا يدخل الحرم إلا وهو محرم أما إذا لم يكن نوى نسكا فلعثم يدخل إلى مكة من غير إحرام جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات بعثت تسأل وتقول السائل حا حا أخبركم بأنني قد نذرت لله أن أذبح كبشا في كدم سنة في شهر رجب ما دم تحية والآن قد مضى علي عشر سنوات وأنا أفي بذلك من نذر وقد سمعت أن تخصيص شهر رجب بالذبح بدعة فهل أفي بندري أم أكف عن الذبح أفيدوني جزاكم الله خيرا وأيضا قد نذرت بأن أشتري لبنتي وكان عمرها عشر سنوات تادا من ذهب وكانت ترفض ذلك والآن أصبح عمرها تسعة عشرة سنة فهل أفي بندري الآن أم لا ثم إنني قد نذرت بأن أضع في راسي خضر أو خضر وكادي وأذهب إلى عروس صديقتي وعندما حان وقت زوادها لم يكن زودي موجودا وذهبت مع سائق ومعي أخي ولكن لم أفي بندري لأني سمعت أن في ذلك معصية لله فهل في ذلك كفارة وهل علي إثم جزاكم الله خيرا أما بالنسبة للنذر الأول وهو النذر في رجب فهذا بدعة نعم لأن تخصيص رجب من ذبح هذا من أمور الجاهلية وهو بدعة ولا يجوز تخصيص رجب بعبادة من العبادات من ذبح أو سيام أو قيام أو غير ذلك لأنه كسائر الشهور لا يخصص بشيء فهذا النذر النذر لا يجوز ولا حوة تكفر كفارة يمين عن ذلك النذر وأما نذر وضع الطيب على رأسك عند الخروج لمناسبة زواج فهذا نذر لا يجوز أيضا لأن المرأة منهية عامل تطيب عند الخروج فهو نذر معصية ولا تنفذيه وأما نذر وضع التاج على ابنتك أو وضع شيء على رأسك فهذا من نذر المباح هذا من نذر المباح إن شيئت تفعرين أو إن شيئت تكفرين كفارة يمين جزاكم الله خيرا من رسالتها يلاحظ شيخ صالح أنها كثيرة مذور هل من كلمة أحفظكم الله؟ نعم النذر لا ينبغي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به إلى الرجل البخير فلا ينبغي الدخول في النذر لأنه يقع الإنسان في الحرج ويحمل الإنسان ما لم يحمله الله في أصل الشرع وقد يأجز عن إقيام به أو يتثاقل فالإنسان في عافية قبل النذر وعليه أن يفعل الطاعة بدون نذر يكون الباب أمامه مفتوحا لفعل الطاعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدون نذر أما إذا نذر فإنه يلزمه ذلك فالحاصل أن الدخول في النذر والإنسان في عافية منه هذا أمر منهي عنه لما فيه من إحراج النفس والدخول في الحرج والإنسان في عافية قبل النذر لذلك كان النذر مكروها أو محرما يعني ابتداء النذر جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخ صالح في الختامة توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم من إجابة الأخرى المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاة وعضو هيئة كبار الغلمة شكرا لشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على أنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى